وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم الخامس من أكتوبر من كل عام كما أكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر وذلك في سبيلها للجمهورية الجديدة التي تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد وبهذه المناسبة استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا بشأن سير مراحل مصابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بوزارة التربية والتعليم وأوضح رئيس الجهاز اختيار 11990 متقدما في 27 محافظة بالإضافة لفتح باب التظلمات اعتبارا من الغد وحتى العشرين من أكتوبر الجاري على موقع بوابة الوظائف الحكومية مشيرا إلى الإعلان عن مصابقة أخرى لاستكمال عدد الوظائف المطلوبة في 14 محافظة وفتح باب التقديم نهاية الأسبوع المقبل